أكدت سلطنة عمان رفضها القاطع لتوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تأوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزل النازحين من شمال القطاع جراء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين وذلك في تحدي سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان العشوائي على قطاع غزة وجددت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم مناشدتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لإثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كفة أنحاء قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر